أفادت جمعية حماية الاقتمان بأن الاقتصاد النمسوي الضعيف تسبب في زيادة حالات إفلاس الشركات بنسبة 24.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ليصل عددها إلى 4895 حالة وشهدت حالات الإفلاس الكبرى التي تتجاوز التزاماتها 10 ملايين يورو ارتفاعا كبيرا لتصل إلى 55 حالة مع إفلاس شركة فيسكا المصنعة للصيرات القهربائية في النمسا بأكبر التزامات بلغت 3.79 مليار يورو وارتفع إجمالية التزامات الشركات إلى 14.8 مليار يورو بزيادة 683% مقرنة بالعام الماضي ويتوقع الخبراء استمرار هذه الزيادة حيث قد تصل حالات الإفلاس إلى 6500 حالة بنهاية العام